نشر الفنان الشعبي حمو بيكا فيديو له وهو عاري تماما مع ارتداء كمية كبيرة من المجوهرات الزهبية التي اشتهر بها ولكن ظهور حمو بيكا شبه عاري لم يمر مرور الكرام حيث تعرض للهجوم من دعاية إسلامي قامت دعاية الإسلامي والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ خالد الجمل بالتحقيق مع الفنان المصير للجدل حمو بيكا وذلك بسبب نشر مقطع فيديو ظهر به شبه عاري على صفحته الخاصة في موقع الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي ووجه الشيخ خالد نداء إلى الجهات المسؤولة وطالب بمحاسبة الفنان حمو بيكا وكل من يسلك نهجه في نشر محتوى غير لائق وأكد الشيخ أن هذه الأفعال تعطي الفرصة للمتشددين دينيا لاستخدامها لحظر الفنون ونشر العادات الغير المناسبة والتصرفات السيئة في المجتمع المصري وعن ارتداء الفنان المصير للجدل حمو بيكا المجوهرات الضخمة المصنوعة من الزهب أشار الشيخ خالد الجندي أن الإسلام يحذر على الرجال ارتداء الحلر مصنوعة من الزهب الخالص وهو ما يظهر بوضوح في إطلالات حمو بيكا في سياق آخر تعرض الفنان الشعبي حمو بيكا لهجوم حد والسخرية وسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ظهوره عريم فانتقدوا عدد كبير من النشطاء الذين اعتبروا أن لا داعي لظهوره عريم مع ارتداء المجوهرات وبعد الرجوم الشديد والحاد من قبل الدعاية الإسلامي الشيخ خالد الجمل والجمهور حزف الفنان حمو بيكا الفيديو من حسابه الرسمي في موقع الفيسبوك ترجمة نانسي قنقر